طيب نروح معاكم دلوقتي للصحافة الرياضية وننتقل إلى مقر جريدة البوابة نيوز موجودة هناك في بلتنا العزيزة مريم سميحة عشان تطلعنا على آخر المنشتات الصحفية الرياضية في كل الصحف والمواقع صباح الفل عليك يتفضلي صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا ناواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز سيكون معنا هدة عنوين هامة طبعا وهي العنوين الصدرة صباح اليوم الاثنين في كافة الصحف المحلية والعالمية والعربية البداية طبعا من موقع اليوم السابع اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم بوصول المحترفين استعدادا للسنغال تكتمل اليوم الاثنين اكيد القوة الضاربة لمنتخب مصر بوصول الخماسي المحترف لمعسكر الفرعنة استعدادا لمبرتايل سنغال واللي هيقوم يوم 25 و29 من مارس الجاري الخماسي المحترف اللي هيوصل النهاردة محمد صلاح محمد النيني محمود ريزيجي وعمر مرموش ومصطفى محمد واكيد طبعا هيكون باكتمالهم المعسكر كده اكتمل وهيستعدوا للمباراة يوم 25 الاولى ثم المباراة الثانية يوم 29 طبعا كان اعلن كارلوس كيراش المدير الفاني المنتخب مصر قائمة المنتخب واللي ستخود مباراتية لسنغال وشهدة انضمام محمد مجدي افشا عمر جابر نبيل دونجا ومروان حمدي وجاءت القائمة الكلتالي في حراسة المرمى محمد شناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي وفي خط الدفاع عمر كمال ياسر ابراهيم عمر جابر محمد عبد المنعم والوينش ومحمود علاء ايمن اشرف احمد فتوح في خط الوسط حمدي فتحي دونجا امام عشور عمر السلية محمد النيني ومحمد مجدي افشا وفي خط الهجوم محمد صلاح احمد سايد ديزو مصطفى محمد مرون حمدي عمر مرموش ومحمود ريزيجي وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا بالاتفاق مع الجهاز الطبي انهم يضعوا برنامج تأهيلي لمحمد صلاح ده طبعا بعد ما كان اشتكى من الام في يعني وش قدمه بعد المباراة الاخيرة في مباراة ليفر بول امام ارسنل في الدوري الانجليزي ومن المقارن محمد صلاح يكون جاهز ان شاء الله لمباراتي السنغال خلال الفترة المقبلة بعد هذا البرنامج التأهيلي وكمان يعني يمكن تم وضع اسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال المقصورة هتكون بألفين جنيه الدرجة الاولى ب600 جنيه الدرجة الاولى علوي ب400 جنيه والدرجة التانية ب250 اما الدرجة التالتة ب100 جنيه من البوابة سبورت كلاسيكو الارد برشلونة يهزم ريال مدريد بربعية ويشعل صراع الليجة طبعا زي ما احنا شفنا كلنا كانت مباراة هامة جدا كلاسيكو الارد ويمكن كل الناس او جمهور برشلونة بالتحديد كان يعني على موعد مع احتفال وعودة برشلونة لتقلقه مرة اخرى بعدما حسم فريق برشلونة كلاسيكو الارد بربعية نظيفة في مرمى غريمه ريال مدريد بالمباراة اللي جمعتهم طبعا على ملعب سانتياجو برنابيوم ضمن الجولة لتسعة وعشرين من الدوري الاسباني ربعية البرسة طبعا نسجلها كل من اوبام يانج هدفين في دقيقة تسعة وعشرين ثم في دقيقة واحد وخمسين رونالد اراوخو كمان في دقيقة تمانية وتلاتين وفيران توراس في دقيقة سبعة واربعين وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده لأربعة وخمسين نقطة في المركز التالت وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة ستة وستين في صدارة جدوى الترتيب يعني يمكن لان اغلب العنوين كانت بتتكلم على طبعا كلاسيكو الارض فكان ليها النصيب الاكبر من عناويننا النهاردة فعل عنوان التالت من موقع كورا تشافي يدخل قائمة تاريخية بعد ربعية الكلاسيكو طبعا قاد تشافي هرناندز المدير الفني لبرشلونة الفريق الكتالوني الاكتاح غريم وريال مدريد في الكلاسيكو بربعية نظيفة وبعد هذه الربعية يعتبر ان تشافي يدخل التاريخ وبحسب شبكة ابتل الاحصائيات هي انها عملت احصائية سريعة عقب انتهاء كلاسيكو الارض تشافي اصبح ثالث مدرب لبرشلونة عبر الطريق بفوز في اول كلاسيكو في الليجة بربعية او اكثر وصبق تشافي نحو هذا الانجاز التشيكي داوتشيك عام 1951 بنتيجة سبعة اتنين ثم الارجنتيني هريرا عام 1959 بنتيجة أربعة صفر اخيرا من صحيفة الشرق الاوسط سيتي وباليس الى نصف نهائي كأس انجلترا بنصرين صاحقين على ساوذامتن وايفرتن حقق كل من منشاستر سيتي وكريستل بالاس ربعية في مارمى سوثامتن بنتيجة أربعة واحد وايفرتن بنتيجة أربعة صفر لتواليا ليبلغ دور نصف النهائي لكأس انجلترا في منتزع تاتنام انصارا مهما على وستهام بنتيجة تلاتة واحد في الجولة ثلاثين بالدوري الممتاز ليرتقل للمركز الخامس ومعززا أماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال كما حقق ليستر سيتي على براندفورد بنتيجة اثنين واحد طبعا في كأس انجلترا نجح سيتي في الفوز على ساوذامتن في محاولة الثالثة هذا الموسم بعد سقوطه في فخ التعادل معه مرتين في الدوري المحلي جاء انتصار سيتي في يوم إعلان تصدره قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم للمرة الأولى من الأعلى دخلا والأفضل أداءا من حيث الإرادات يمكن بمليون وخمسمائة واحد وسبعين مليون استرليني دي طبعا كانت كل العنوين الصدرة صباح اليوم الاثنين من مقر البوابة نيوز بشكركم جدا عودة ليكم مرة أخرى نشكرك جزيلا شكر زمانتنا العزيزة مريم سميحة لها دي التغطية الصحفية وصباح الفل عليك نشكرك يا مريم وعايزة أقولك يعني تعيشي وتفتكري والدة مريم طبعا توفت من كم شهر الإعلامية الكبيرة مونيرة يوسف كانت سيدة وأم رائعة وست مجاملة جدا وكانت بتحبنا كلنا وكانت بتدعيلنا كلنا ربنا يصبرك يا مريم وأنا عارفة أن الموقف ده صعب وأول سنة بالذات بتعدي على شخص فقط والدته بتبقى صعبة صعبة جدا ربنا يصبرك يا رب ودايما يعني تعيشوا وتدعو لهم طبعا طبعا بنصبرها يا رب